نتحدث عن ما حصل من ظروف جوية خلال الفترة الماضية أضرار كبيرة لحقت بالبيوت البلاستيكية في طلطوس وفي اللاذقية جراء الوضع الأخير الذي حدث جويا نلاحظ ونتابع تقرير باسم عباس من اللاذقية ثقيلة جاءت العاصفة على محافظة اللاذقية هذه المرة والتي أدت إلى أضرار متفاوتة على الزراعات المحمية فموجة الصقيع المسيطرة على المنطقة الساحلية ضربت مئات البيوت البلاستيكية المزروعة بالكوسة والبندورة والباذنجان والخيار وغيرها إضافة إلى مساحات من أنفاق مزروعة أيضا إضافة إلى الحمضيات ساعة واحدة بالليل إجاء تنين وشال الهنجارات كلها 13 قبيل ما تركش وشفتوا بالصور وكتر خير الواحدة الإرشادية والزراعة وجوا لهون وقاموا بواجبين وإن شاء الله يعني الخوف على المزارع كمان اللي هون المزارعين ست سبع ما يعيشوا من وراء المشروع بالإضافة يعني ما عنا عارف شما يشتغل الأضرار لم تقتصر على منطقة في ريف اللاذقية وجبلة وإنما ضربت في مواقع وأماكن متعددة في قريت سيانو ودوير بعبدة والأشرفية والراهبية والبرجان ولقطة البية ودوير الخطيب والسخابة والشراشير وحميميم بريف جبلة وكذلك قرى بني عيسى وعين العروس ورويسة لبساتنا بمنطقة القرداحة والسامية وخربة هيشوت وترجانو والرويمية بمنطقة الحفة إضافة إلى مشقيطة بمنطقة اللاذقية طبعاً متعلمين أنه نتعرض لهوا لتنين خفيف يطير قبّة معينة مثلاً أو يصير كبس بجهة معينة من الحديد ولكن اليوم كارثي كارثي زراعي نظامي 13 قبّة حملت تنين وشالها لمحل تاني قدت لضرر كبير طبعاً الضرر فينا نحده بالـ 45 مليون أنا واحد العائلة مضررة بهالتنين اللي ضرب ومعيسة أنفس الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصورة تكفي وتوفي على الوضع أضرار بالجملة جاءت ثقلاً وواجعاً على المزارع في الوقت الذي كان يأمل فيه أن تبيت الكهرباء في محمياته وبيوته فترة الصقية إذن الواقع الزراعي بجانب أو بصورة من الواقع الزراعي وتسويق المنتجات الزراعية ضيفي في الستوديو الدكتور مجد أيوب عضو مجلس اتحاد غرف الزراعة السورية أهلا ومرحبا فيك دكتور تابعنا هذه المشكلة المتكررة والدائمة يعني ليست المرة الأولى كل موسم في عنا مرة أو مرتين أو ثلاث مرات من هذا الشيء اللي عم نتابعه سواء كان من تنين بحري من قعب من عواصف من برد من عوامل جوية معينة تحدث ضرراً كبيراً بالزراعات المحمية في سوريا هذا الحل؟ في حل أولاً؟ أخلص قوة الطبيعة لا نستطيع أن نواجهها بأي شيء من الإجراءات مبدئياً شكراً لأستئباتكم أهلاً وسهلاً مبدئياً واقع الزراعات المحمية لدينا في سوريا جيد جداً إلا من هذه الأثار السيئة جداً البيئية التي تضغط بشكل غير طبيعي أو غير طبيعية عادة هذه الظروف البيئية تحتاج إلى بيوت أو محميات زراعية ذات شكل معين لامتصاص قوة الرياح وامتصاص البواري الحديد هالي راكبة إلى أسس المفروض تكون 8 ميلي طويلة تدخل بالتربة لمسافة لا تقل عن 20 إلى 30 سنتي هالظروف هاي مو كل مزارعينا بنفسها الحقيقة في بعض البواري أو الأقواص تبع البيوت البلاستيكية بتكون نوعية أصغر أو أقل طبعاً الأسباب معروفة شو هي لأنه ارتفاع التكاليف وارتفاع الأسعار البلاستيك بحد ذاته يستخدم لعدة مرات طويل عمره الافتراضي سنتين طبعاً وقت بيلاقي مزارعنا أنه بعض الأغطية البلاستيكية ممكن أنه استخدامها لفترة أطوال بتركها هاي وقت تجينا هيك رياح عادة لا تتحمل هذه الظروف البيئية السيئة لكن أنا ما بدي أقول أنه الحق طبعاً عليه الحق على ظروف البيئية بحد ذاته يلي لا يمكن تداركها بيدخل التنين طبعاً بيشيل بيوت أحياناً بيشيل سيارة من محلة فهذا البيت البلاستيكي ما بتحمل لذلك لا يمكن التعويض عنها إلا يعني أو درء خطرة إلا بشكل بسيط جداً بيتنوعين حط مصدات رياح قبل المزرعة وبعد المزرعة حتى تخفف من أسر هالرياح الشديد أما التنين بحد ذاته وقت بيجي عما بيدور وعما بيفتقل فبيشيل كل شيء هلأ هون هو ماذا السؤال بشكل دقيق إنه إذا كان شيء يمكن تلافي خطره فليكن يعني إذا هالمنطقة دائماً عم تتعرض كل موسم مرة أو مرتين لهذا الشيء فنحن بنسأل بحالة إنه دول اللي دائماً تتعرض لعوامل جوية صعبة جداً وعواصف بشكل مستمر شو عم يعملوا بحالهم لك؟ هاي الدول اللي عم تحكي عليها إلى ديزام تاني هاي الدول بتستخدم البيوت الزجاجية ما بتستخدم البيوت بلستيكي والبيوت الزجاجية عبارة عن أقواص أو عبارة عن شكل هرمي للبيت الزجاجي ومتين أكتر طبعاً لأنه أولاً حجمه بيكون أكبر ثانياً فيه دعائم حديدية تدخل بالتربية وحيرنا التربية بتكون إسبنتية فلذلك بتتحمل أكتر ضغط أكتر لكن هاي مشكلتاً أنه نحن ناتت الناسب مع طبيعتنا مع طبيعة بلدنا ظروفنا البيئية مختلفة هاي تتحمل البلاد اللي فيها درجة حرارة أقل أولاً ثانياً فيها سطوع شمسي أقل نحن عندنا متى ما بلش الربيع بصير عندنا سطوع شمسي عالي حرارة وطبعاً داخل البيت بترتفع درجة الحرارة إذا كان زجاجي بترتفع درجة الحرارة كثير نعم عندنا طبعاً ببلادنا مهنيك بيظل محمول إلى حد ما لذلك لا يمكن الاستغناء عن الغيطاء البلاستيكي عندنا ولا يمكن وضعه بمثل ما قلت أنه يكون فيه إلو دعائم بالأرض وإسمنتية فصعب جداً على المزارع أنه ينفذها نعم طيب نحن دائماً بنسأل نحن بالظروف الحالية بالظروف يعني دائماً نبحث نحن عن التعويض أمام أي نوع من الخسائر نحن الفلاحين عم يطالبوا دائماً بتعويض نحن بشان هيك اللي بنقول أنه لازم يكون في خطط يعني بعيدة المدى أو خطط أكثر جدوى هلا بتفضل منطقة ضر حضرتك أنه ممكن يكون شيء أكثر كل فيه ولكنه ما بيتناسب معنا يعني وبالتالي نحن ما عنا نحن نحن نحل غير أنه كل سنة نرجع نرمم أضرارنا وخسائرنا بالشكل بمنطقة دمشق في بعض البيوت كانت زجاجية لكن لنفس السبب هللي قلتلك يا لم تستمر في العمل يعني تحولت من بيت زجاجي لإنتاج الخضار والفواكه أو لإنتاج الأزهار إلى شيء تاني صارت منطقة صناعية لأنه لا يمكن تحمل درجة الحرارة اللي بيحفظها الزجاج تحته لأنه المبدأ بالعمل البيت البلاستيكي هو الأشعة الداخلة والخارجة فالأشعة اللي بتجي من أشعة الشمس بتجي قصيرة الموجة وقت ما تكون أشعة الشمس قصيرة الموجة بتخترق الزجاج أو بلاستيك بسهولة بس ترتد عن أي سطح كام ترتد طويلة الموجة فوقت بتصير طويلة الموجة بيصير صعب عليها أنها تخترق الزجاج أو البلاستيك فبتحتفظ لذلك بيحتفظ بالحرارة بداخل هذا المبدأ هللي بنسميه مبدأ البيوت البلاستيكية أو أثر البيوت البلاستيكية واللي يطلع عليه بالزمانات وقالوا شي لها لأنه عم تأثر على طبقة الأوزون هي فكرة هي عبارة عن نظام فيزيائي بيئي ما هو بتعلق بالبيوت الزجاجي لذلك الزجاج بيحفظ أكتر من البلاستيك البلاستيك بيعمل تبادل حراري أقل من الزجاج نعم حدثنا نحن أكثر من مرة بهذا البرنامج عن الزراعات المحمية عن الزراعات الاستوائية عن الزراعات المجدية اقتصاديا التي يجب أن تدخل ليس في إطار الهواية أو تتجاوز إطار الهواية أو إطار مثلا مزرعة صغيرة بهدف مثلا حصول على منتجات الاكتفاء الذاتي لأن تجاوزها لا إنتاج بالفعل يكون إنتاج تصديري قادرين على أن نصدر منتج عالي الجودة يحقق عائدية أما منسمع والله نحن اليوم عن هكتارات ومئات الهكتارات الموجودة في سوريا بأي نوع من الزراعات أقول لك والله بعدين شو أن والله إنتاج المحلي ليش لأنه لا تحقق شروط التصدير لا تتوافق مع الشروط التصديري للخارج شو نكوننا عم نشتغل نحن بيك حالي نحن مشكلتنا ما هي أن نحن عندنا زراعات وغير قابل للتصدير نحن مشكلتنا الرئيسية هي بالفرز والتوظيب والتجهيج للتصدير الدول الخارج في عندها أو دول الأسواق المستهدفة خليني سواء خليجي اللي هو السوقنا الرئيسي أو الأسواق الأوروبية فيه إلى شروط هذه الشروط يجب تنفيذها تطبيقها لحتى تقدر ندخلها طبعا فيه إلى طلبات خاصة بالمقابل نحن عندنا مساحات حمضيات مثلا بسوريا مساحات هائلة الساحل كلها موجود في حمضيات مساحات كبيرة وإنتاج عالي جدا هذا الانتاج لا يمكن أنك تأخذ من مزرعة واحدة نفس المنتاج بكميات كبيرة لأنه كل مزارع حاطيت عنده بمزرعته شوية برضان وشوية ليمون حامود وشوية كرمنتينة تشكيلة عملتوا خلال الفترة عنده دخل دائم هذه المشكلة بتأدي إلى أنه أنا كمصدر على سبيل المثال ما بلاقي المنتج هاللي بديه بكمية كبيرة من مزرعة واحدة من منطقة واحدة فبضطر أني دور عليه بعدة مناطق والظروف البيئية أو الخدمية للمحصول تختلف من مزرعة لمزرعة ومن مزارع لمزارع لذلك يصبح لنا مشكلة صعوبة التصدير أو صعوبة إيجاد منتج تصديري لكن بحال أنه تم توحيد عمل هذه المزارع وتوحيد طريقة العمل داخلها مستحيل هذا لا هذا حاليا بالوقت الحالية عما توصلنا من خلال التعاون مين توصلنا يعني؟ الدولة الدولة ووزارة الزراعة توصلت حضرتك ووزارة الزراعة وهيئة تنمية الصادرات صعوينا شيء اسمه حضرتك بتمثل مين أو مع مين؟ اتحاد الغرف الزراعي أنا أمثل القطاع الخاص الزراعي لكن هل توصلنا لو توصلت له الدولة اليوم إلى شيء اسمه الزراعة نوع من الزراعة أو تجميع المزارع الكبيرة في منطقة الساحل لحتى يكون في عندها طريقة زراعة ثابتة بيناتهم فهذه الطريقة هي مزارع الخمسة وعشرين دنهم أو ثلاثين دنهم هاللي وحدوها قالوا لهم شروط الزراعة للتصدير كيت وكيت 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 حطوا الشروط فهذا المزارع اللي بينفز بيطلع انتاجه وانتاجه قابل للتصدير وبيغضون المصدرين بيقبلوا عليه أكتر المصدرين لتصديره إلى الخارج وحسب الأسواق المستهدف هلأ هذا المزارع بحد ذاته فيه له دعم من الدولة بمبلغ بسيط على كل كيلو غرام والمصدر له مبلغ بسيط على كل كيلو غرام تناتهم مع بعضهم طبعا المبلغ لا يتجاوز خمس ليرات على الكيلو للطرفين خمسة أو ست ليرات للطرفين لكن هو داعم لعملية التصدير وداعم لعملية الانتاج بحد ذاته نعم طيب حتى الحديث اليوم عن الزراعات الاستوائية إذا رجعتك للزراعات الاستوائية اللي هي اليوم عم تكون شيء جديد وفي بعض الناس هو ليس أمر معيب يعني في بعض الناس تركوا زراعاتهم التقليدية الموجودة عندهم اللي كانوا زرعين سواء حمضيات أو غيرها واتجهوا إلى زراعات تحقق جدوى أكبر شو المانعه؟ لا يوجد شيء يمنعهم للحقيقة الأرض ملكه وهو صاحب القرار في النهاية لكن طالما أنه فيه عم تقدم له إيراد إله هو بالذات أكتر من غيره فحكما تراجع عن بعض الزراعات ونحنا نذكر تماما أنه منطقة الساحل كان فيها زراعة موز كان الموز اللي عنا بسوريا مثل الموز اللي بلبنان اليوم بناطق لبنان على نفس الساحل وعلى نفس المادة وفي يوم من الأيام لقوا مزارعيننا والدولة في ذلك الوقت بأنه زراعة الحمضيات أفضل مجدية أكتر مجدية أكتر يعني هو ضاعة مقبولة بالنسبة لناوت وصارت تتوفر للمستهلك السوري بجوز بسعر أقل من السعر اللي كان يحصلوا أو يدفعوا الوقت بده يجيب ضاعة مستوردة من الخارج نعم نعم هلأ أشرت حضرتك لموضوع الموز وكننا نسأل دائما هذا السؤال أنه سوريا ولبنان على نفس الشاطئ على نفس الساحل يعني والمسافة بين أقصى الجنوب سوريا والمنطقة اللي عم يجرع فيها الموز في لبنان بكميات كبيرة جدا بينما في سوريا لا تكاد تذكر يعني شيء يعني يدوب زرعنا موز فترة من الزمن وبعدين رجعنا وقفنا لأنه فعليا غير اقتصادي بالنسبة للمزارع لأنه هو شجرية الموز هي شجيرة هي نبتة معنى غير ثابت لأنه تعطي أرط الموز بعدين تقلع على الشجرة لكن بتكون عطت خلفات بالتربية فبيرجع المزارع بيربي خلفة جديدة اللبنانيين صار عندهم خبرة تراكمية فلذلك هل مستمرين في زراعة الموز وعندهم سوء تصديري طبعا السوء السوري لحاله بحد ذاته بيستهلك تقريبا نسبة كتير كبيرة من إنتاجهم صنف الموز الموجود عنا بالمنطقة واللي هلأ عما بنستورد منه من لبنان عما بيجينا منه من لبنان هو موزة قصيرة صغيرة هللي نحنا بنسميه الموز البلدي طبعا نك هتا جيدة جدا وطيبة جدا ه time Werner قصير من صومالي都 الكبير إنه من أمريكا الجنوبية اسمه صومالي نحن تعودين عليه على أساس صومالي لكن أفضل نكهته هاد أفضل من هذاك لكن في خبرة تراكمية عند اللبنانيين نحن عنا للمزارع ما بعرفها ببعض الدول العربية تحولون لزراعة الموز ساوه ببيوت زجاجية أو بيوت بلاستيكية بظروف خاصة مشكلته بده مزافة أعلى شوي من البيت البلاستيكي اللي عنا وفي ميزة بالموز على فكرة يجوز ما حدا من المزارعين بيعرفها أنه شجرة الموز أو شجيرة الموز عمرها 8 شهر فلذلك انت خلال سنتين ممكن تاخد من الموز ثلاث مواسم بينما نحن متعودين أنه موسم واحد وخلاص هاي هي يعني هالأرط الموز اللي بدو يطلع بالسنة مرة واحدة فما له مصلحة المزارع تبعنا لأنه بنفس الطريقة اللي حكينا فيها على المضيات أنه بيجرع هو عدة أصناف ليأخذ إنتاج على طول الموسم على طول فترة زمنية طويلة بعكس الموز اللي بدو يعطيه أرط واحد بالسنة والمزرعة تبعه وكله رح تعطيه بدفعة واحدة تقريبا بنفس الفترة فما كثير في تشجيع للمزارع لحتى يزرع أو هو ما هو متشجع أنه يزرع نعم طيب هل سمعنا عن تسويق الحمضيات بعد حالة الكساد الواضحة اللي كانت خلال الفترة الماضية هي كانت مبادرة حكومية أو توجيه وجهها للحكومة بهذا الأمر ومع ذلك أنه منسمع أنه في نواقص في عيوب في لازم يكون عاملين هيك وياريتنا عملنا هيك من قبل أو تأخرنا بالعمل كيف عم تتابع اليوم الجهود التي كانت خلال الأسبوع الماضي واللي قبله بوضوع الحمضيات حيال حجم الصادرات اليوم للحمضيات زاد بشكل كتير كبير من أمتى أصدق هذا الموسم؟ من أربع أو خمسة أيام؟ نعم من أربع أو خمسة أيام لا أريد أن أقول من الوقت الذي طرع توجيه جديد بتحديد قيمة تقريبية للبراد بألفين دولار بدأ لـ 8000 طبعاً كانت سابقاً 8000 دولار ويريد أن يرجع المصدر 50% من المبلغ إلى البنك المركزي ويأخذ بدأ له سوري هذا الحكي من 8000 إلى 2000 خفف كتير من الضغط على المصدر بشكل أول حتى للتأكيد على أنه صار في عنا حركة تصدير جيدة جداً يوم الأحد ويوم عطلي طبعاً لكن بتوجيه من وزارة الاقتصاد البنوك رح تفتح أحد وثلاثة وأربعة وغرف التجارة والزراعة والصناعة رح تفتح كمان به ثلاثة أيام مشان التصدير بحصراً ومشان شهادات المنشأ للصادرات غرفة زراعة دمشق يوم الأحد في عندها بحدود 160 براد للتصدير حمضيات ست برادات تحركت إلى مسقط 110 برادات عم تتجهز وسائقة وتعاخدات القطع تبعها للعراق وفيه 30 للخليج وفيه مجموعة إلى روسيا هاي البرادات الآن ظهرت بهالفترة هاي بهالفترة الأسبوع أو الأسبوعين الأخيرات بعد القرار الأخير هاللي طلعه نعم لأنه المصدر ارتاح نسبياً فصار فيه دفعة للأمام لحتى يصير فيه عنا حجم تصدير أكتر طبعاً هذا حجم التصدير لا يعني بأنه نحنا رح نأثر كثير على السوق المحلي لأنه فيه شغلة أساسية لازم يعرفة كل مصدر أو كل مواطن سوري المنتج اللي نحنا منستهلكوا السوريين يختلف تماماً عن رغبات المنتج المستهلكي كمواصفات أصدق كمواصفات ولا كنوعية كمواصفات ونوعية طبعاً لكن حجم السمرة اللي نحنا منحبها يلي بتطلع تقريباً حجم السمرة وزنها نصف كيلو هذا ما بيأخذوا غيرنا هذا نحنا منستهلكه أما غيرنا بيستهلك الحجر السمرة الصغيرة نسبياً يلي وزنها لا يتجاوز 200 أو 300 جرام هذا الفرق هذا اللي بدوروا عليه المصدرين إضافة لأنه نحنا في عنا صنف تصديري مرغوب جداً بالخارج يلي هو الماوردي يلي نحنا مسميه الماوردي يلي هو صنف العصيري اللي لونه أحمر نعم اللون الأحمر هذا مو موجود تقريباً إلا بسوريا والصنف موجود بكل دول العالم لكن عنا بسوريا لظروف البيئة بجوز بجوز لظروف أي طفرة طفرة نباتية سابقة هذا الصنف صار لون عصير تبعه ولبه بنعرفه كل ياتنا لونه أحمر هذا اللون الأحمر مرغوب جداً في كتير من الدول وبشكل خاص في روسيا نعم هلأ سؤال الأخير نحنا نتحدث عن مشكلة الفرز والتوضيب هاي عنا مشكلة أساسية بالتصديق ولكن بنفس الوقت كنا نقول بريف دمشق بالتحديد بمنطقة معربة بمنطقة الغوطة الشرقية بعربين وغيره كان في معامل متطورة جداً بموضوع الفرز بجوز حسب نوع نبات مختلف مثلاً أو ثمار مختلفة هنا كنا نحكي نحنا بجوز مثلاً عن مشمش عن بعض الفواكه لغير الحمضيات فشتون كنا متطورين بجانب وشتون نحنا اليوم نقول عنها مشكلة بموضوع الفرز والتوضيب هلأ مشكلة الفرز والتوضيب هي مشكلة قديمة حتى بوجود هدول اللي عم تحكي عليه هذا الفرز كان يدوي وليس آلي الفرز يدوي بيجيب عامل أو عاملة وهي بتنقي السمار وتحطهم بالسحارة بالسندوق وتتصدر سابقاً كان يتعبى صندوق ثلاث أربع طبقات بعدين صاووا طبقتين وبالفترة الأخيرة صار طبقة واحدة للتهرب من هللي كنا نسميه كل يادنا صندوق موجه يعني الطبقة الفؤانية جيدة جداً واللي تعتها سيئة هلأ عملية التسويق أو الفرز والتوضيب اليدوي بحد ذاتها عملية سيئة عملية غير تصديرية لأنه إذا بتاخد الصندوق اللي مفروز وبتحطه قدامك بعدين بتطلع السمارة اللي فيه بتلاقي فيه عدة فروقات أولاً حجم ثانياً لون ثالثاً نسمة نضج هدول التلانته لو فيه خطوط فرز وتوضيب آلية وإلكترونية خليني أقول يعني فيها خلايا ضوئية لتفرز نباتات بتطلع لك الصندوق في كله نفس الحجم ونفس الوزن ونفس النوعية ونفس نسبة النضج هذا الشي ما كان موجود عنا ولا يازال غير موجود عنا بسهولية لحد الآن لذلك لا تزال مشكلة قائمة المشكلة مو عنا بس طبعاً بأنه طبعاً المراكز اللي عم نحكي عليها بالغطة كتير منا تدمر وتخرب وهلأ أصحابها عم بيحاولوا يعيدوها لألاقة سابق لكن في شغلة تانية أنه صارت الدول هاللي نحنا أسواقنا المستهدفة اللي سابقاً صارت تضحط شروط للاستيراد وأغلبها عم تاخد الشروط تبع الاتحاد الأوروبي فلذلك ما عدنا نقدر نوفي بالتعهدات تبعنا بشكل شيء إلا إذا طورنا أنفسنا بها إلا إذا طورنا مبلوع الفرز والتوذيب الآلي إلا إذا طورنا